أهلا ومرحبا بكم عزيزينا مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل طبعاً إحنا في هذه الأيام ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد التي أعادت لمصر وللأمة العربية العزة والكرامة حرب أكتوبر يعني استردنا بها جزء عزيز جداً 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 من أرض مصر وهي سيناء استردناها شباب مصر بجنود مصر بكل أهل مصر أن الشعب الوحيد مش على مستوى الأمة العربية على مستوى العالم أن في الشدائد وفي الحروب بيتحول كله إلى جيش طبعاً حرب أكتوبر ما كانتش ولدة اللحظة أو ولدة فترة أكتوبر لا دي كان فيها جهود جهود كبيرة جداً بجاة المخابرات العامة بجاة المخابرات الحربية مجهود سنوات لحد أما بجي الوقت المناسب مجهود الحرب ذكرى حرب أكتوبر وانتصارات حرب أكتوبر طبعاً نتذكر شهدائنا ونتذكر بطل الحرب والسلام الرئيس الشهيد الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام طبعاً تحية لكل جنودنا كل جندي على الأرض مصر في الوقت الحالي إحنا حرب أكتوبر كنا عارفين مين العدو كان عدونا معروف في الورده والسهيوني والحمد لله انتصرنا عليه لكن إحنا في حرب أصعب من حرب أكتوبر في الوقت الحالي حروب كتيرة حروب اقتصادية حروب فكر حروب إرهاب في جد إحنا عندنا قيادة نعتز بها قيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإحنا بالمناسبة الجميلة دي نتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوات المسلحة المصرية والشرطة وشعب مصر بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر طبعا هنبدأ لحلقتنا هو فيه خبر لفت نظري في جريد الحديث المدينة فكرة تجلب لمصر ستة أضعاف داخل قناة السويس طبعا الخبر ده لفت نظري طب إحنا عشان نقدر نوصل للخبر ده وتفصيلات الخبر ده يبقى لازم نتكلم مع اللي كتب الخبر ده ياريت نتواصل مع الأستاذ الدكتور أسامة القرم رئيس تحرير جريدة حديث المدينة عشان يتكلم معنا عن الخبر اللي موجود عنده في الجريدة طبعا احنا في الفترة اللي احنا فيها دي طبعا هنتكلم فيها انتخابات في طبعا يعني نقول حراك السياسي موجود في الشارع طبعا الأحزاب للأسف هي الأحزاب اللي موجودة ما لهاش دور حقيقي لأنها معظمها أحزاب الرقية ما لهاش دور في عالف الشارع هذا الخبر زي ما احنا شايفين الجريدة الخبر بيقول فكرة تجلب لمصر ستة أضعاف داخل قناة السويس طبعا الخبر جميل جدا واكتر واحدة هيكلمنا عن الخبر اللي هو الأستاذ جسامة الكرام ياريت هو يتواصل معنا دلوقتي ويكلمنا عن الخبر ده طبعا جريس حديث المدينة من الجرائد اللي لها تاريخ جريدة انشئة سنة 98 وهي تتبع حزب الأحرار الشتراكيين أحد إصداراته حزب الأحرار اللي أكتر من 18 إصدار دي 18 إصدار طبعا دي أحدهم طبعا في جاية الأحرار هي متوقفة حاليا لكن جاية الأحرار طبعا تاريخ وشيئة سنة 77 برضا طبعا الخبر زي ما انت قدامكم على الشاشة وشايفينه تمام طبعا جمل طبعا طبعا دلوقتي الحراك السياسي بالشارع المصري موجود بس مش اللي كنا نتمنى احنا كنا نتمنى ان كل الأحزاب السياسية يكون لها دور ودور فعال النهاردة الفكر السياسي لما بيبقى في الشارع وبيبقى فيه فكر بمعنى الكلمة مش مجرد كلام بيتهضدوا خلاص لان المعظم الحزاب اللي موجودة ما فيش دولة عندها 140 حزب ولا 1006 حزب ده كارسة طب دلوقتي معانا على الهاتف الدكتور قسامة الكرم رئيس تحرير جريدة حديث المدينة براحب بيكا دكتور أهلاً أهلاً بيكا أهلاً بيكا أهلاً بحركة دلوقتي حركة فيه خبر في الجريدة في الصفحة الرئيسية فكرة تجلب لمصر ستة أضعاف دخل قناة السويس يريد حاجة تكلمنا على الخبر ده أيها دكتور أسامة ألو أيها دكتور أسامة ألو أيها دكتور حضرتك معانا على الهواء يا دكتور أيها معاك أنا سامعاً حضرتك فيه خبر عندك في الجريدة بيقول فكرة تجلب لمصر ستة أضعاف دخل قناة السويس يريد حاجة تكلمنا عن الفكرة دي الفكرة ببساطة نحن نستفيد من أولادنا الطلاب لمدة يومين فقط طوار العام الدراسي جميل نحن عاوزين نرجع تاني ناخد مكاننا في إنتاج الحرير مصر دولة كانت من أعظم الدول المنتجة للحرير جميل من خلال أن نحن نزرع عشر تلاف كيلو على جانبي المصارب نزرع أشجار طول الآن الصين تنتج تعقد دخل سنوية 150 مليار دولار من تصدير الحرير جميل نحن عندنا 16 مليون طالب في التعليم لو كل طالب لو كل طالب زرع شجرة واحدة الشجرة بتجيب كيلو حرير بمئة دولار يبقى كده احنا حنجيب من أولادنا طلاب لو كل واحد زرع عشر شجرات حرير يعني حاجلنا 16 مليار دولار ده لو بيعنا الحرير فقط وما انتجنهوش كسجات أو يعني عملناها منسجات أو كده أنا بكلم منهم يبقى حرير خام فقط خام هجيب 16 مليار دولار أي تقريبا ثلاثة أضعاف داخل قناة تصوير دا حقيقة هنحتاج برضو من ولادنا يوم تمام يزرعوا كل طالب عشر آآ شجيرات آآ تين شوكي لإنتاج لإنتاج زيت نعم التين الشوكي أيوة فن نعاكي دكتور سلم نعاكي دكتور التين الشوكي آآ الآن سعره آآ الكيلو بمئة مئة آآ يورو آآ ده واحد يستخدم فيه علاج يستخدم فيه علاج الأورام والروباتويد والتهابات البينكرياس جميل جدا آآ ده برضو هجيب ستتاشر مليار دولار جميل لو كل طالب زرع عشر شجيرات كل شجرة هناخد منها لتر آآ بمئة يورو جميل يبقى حنحقق ستتاشر مليار ما يعادل تقريبا ستتاشر مليار دولار أخر يعني هنجيب 32 مليار دولار يعني أولادنا يقدروا في خلال يومين عمل فقط وخاصة أن العام الدراسي السنة حيبقى عام حضور في يعني نحن عايزين فقط يومين يوم في التربية الأول يوم في التربية الثانية جميل والمية الموجودة في المصارف هتكون كفيلة لأن الجذر النبات هينزل وهو هيروي نفسه بنفسه مش محتاجة رعاية ولا أي حاجة لا سجيرات التوت ولا وانحق لمصر 32 مليار دولار سنويا دون أن نحمل مواطن أي أعباء يعني لا فيها ضرايب ولا فيها ديون حملها الأجيال القادمة فنتمنى نتمنى تنفيذ الفكرة لعل يعني تحقق دخل إضافي دخل الناتج القامي إضافي نشكرك جدا جدا يا دكتور سامة على هذه الفكرة ونتمنى تطبق إن شاء الله وهتعود علينا وعلى أجيالنا بالخير نطلع فاصل ثم نعود ونبدأ حلقتنا مع ضيف وضيفكم السيد الدكتور تامر غرابي الخبيري الاقتصادي الباحث الأكاديمي بمعهد التخطيط القومي برحمة بحاجة دكتور تامر أهلا بحاجة أهلا بحاجة نورتنا وطبع أنا عارف التريق كان زحمة وتأخذت عليها جدا بالصراحة دي الحياة الحمد لله الحمد لله شكرا لحضرتك الله يكرمك طبعا احنا كنا بنتكلم في الحلقة السابقة عن المحليات وتطفير المحليات تمام تام ولكن قبل المحليات تطفير المحليات والانتخابات والهيصة اللي احنا فيها حاجة كتير كنت هتوجه الكلمة لشعب مصر والقيادة المصرية بمثابة ذكر الانتصارات حجب أكتمر طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم انا شكرا لحضرتك على المقدمة العظيمة دي الأول الله يكرمك وسعيد ان انا اكون مع حضرتك للمرة التانية وان شاء الله مش اخر مرة يعني بإذن الله سعيدنا وتشرفنا لابنا خليك يا دكتور أشرف في الحقيقة انا بوجه يعني كل التهنئة للشعب المصر العظيم والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصر العظيم بمناسبة احتفالات نصر اكتوبر العظيم وطبعا نصر اكتوبر العظيم هو اهم تاريخ ميلادي للحياة السياسية في مصر جميع فلازم نحتفل بي ونبقى يعني في اتم السعادة واهم السعادة لنا هي انتصار اكتوبر فعلا انتصار اكتوبر فانا بحيي الشعب المصري وبقولهم كل سنة طيبين بمناسبة انتصارات اكتوبر ان شاء الله انا لسه كنت بتكلم من شوية حضرتك على انتصارات اكتوبر وبقول ان الشعب الوحيد في العالم اللي فوقت الشدائب بيتحول كله الى جنود الحجير والصغير ستات ورجالة بيبقوا جنود مزبوط وده طبعا ميزة مش موجودة في اي شعب في العالم اي في اي شعب في العالم شعب بسعة الشدائب بيتماسك نهارضا نبص الدول اللي حوالينا حاصل فيها ازمات معظمهم تركوا بلادهم وبدأوا يلجأوا لبعض الدول احنا كمصر عندنا 16 مليون وكسور من عدد من الدول العربية وطبعا مصر طول عمرها مضيافة بلد الامن والامان وكل بيرجأ لها الحمد لله ده ناتج عن ان احنا من اقدم الحضرات في العالم واخدم تلت حضرات مصر اليونان الصين جميل مازال حدودنا اللي بنحتفظ بها هم الحضرتين الوحيدتين اللي بيحتفظ بحدوده هم مصر والصين فاحنا من اقدم الحضرات في العالم ومن اقدم الاعادات ومن اقدم التقاليد هي مصر فدولة مصر عظيمة ومحفوظة بفضل الله تعالى ومذكورة في كتب السماوية اجمعها ويعني شعب مصر مش حديث العهد بيه ان هو يعني يحتفل ويهتم بانتصارات ويبقى متماسك ده من قديم الازل من يوم مصر انشأت او من يوم مصر كان لها حضرة الحمد لله رب العالمين فمصر من اهم واعظم الحضرات في العالم طبعا حضرك بما انك متخصص في الاقتصاد ودكتور في الاقتصاد طبعا ايه رأيساتك من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العلمية في الاقتصاد في الفترة الحالية بالنسبة للمصر بالنسبة للمصر احنا نقسم الجزئية بتاعت الاقتصاد يعني بعض البنود او بعض النقاط الاسسية هنتكلم عن ما قبل كورونا واثناء كورونا وما بعد التعايش لان كورونا ما قبل انتهيتش موجودة في العالم كل بس اصبح عندنا شيء اسم التعايش فنتكلم ما قبل كورونا ما قبل كورونا وضع الاقتصاد المصري حضرتك باختصار شديد علشان نوضح للمشاهد العظيم الامر الاقتصادي يعني ايه الامر الاقتصادي هو وضع مصر كموارد وكدخل يعني ببسط الامور للمشاهد وضع مصر كتصنيف اقتماني وجلم التصنيف اقتماني يعني الدول شايفان ازاي بيبقى في مؤسسات حضارك دولية بتعملي بتصنفني هنفترض ان هي مثلا ممتاز جيد جدا جيد ضعيف مقبول ده انا بدي امسان لكن التقييم بيبقى ايه بي بي سي سي تقييمات من مؤسسات التصنيف الاقتماني العالمي نجي ما قبل كورونا وما قبل كورونا وضع الاقتصاد المصري كان فيه طبعا برنامج اصلاح اقتصادي تبنته الحكومة المصرية جل وضخة اموال للاصلاح الاقتصادي تكاد تكون تعدت ال 500 مليار جل ووصلت بالمشروعات الى 2 تريليون جنيه مصري المشروعات القوامية داخل مصري وعمل اصلاح اقتصادي منه اصلاح ضريبي وقوانين واصلاح تشريعي وحاجات كتير جدا جل ومنها مثلا قانون الاستثمار قانون الضرائب الجديد الجمالك وتعدلاتها وحاجات كتير خاصة بالاستثمار وخصوصا الاستثمار الاجنابي المباشر جمل نجل للتصنيف الاقتمالي كان وضع ايه بالنسبة لمصر وايه المؤسسات اللي بتصنفني رقم واحد مؤسسة النقد الدولي رقم اتنين مؤسسة مثلا مؤسسة مثلا مثلا التالتة فيتش دول المؤسسات اللي بتصنفني اقتمالي مؤسسة صندوق النقد الدولي كم يصنفني مثلا انا راجل مستقر ويقدر يديني خلود وأن مصر أصبحت جاذبة للإستثمار ده كان قبل أحداث كورونا نيجي لمؤسسة ستاندرد أندبوردز كانت مقيماني إيه 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 موجب إيه بلس إن فيه نظرة مستقرة لمصر نيجي أثناء كورونا نزلنا بالتصنيف والعالم كله مش مصر بس العالم كله نزل بالتصنيف في التلات مؤسسات اللي هم ستاندرد أندبوردز وفي تشو موز وهدي مثال نزول للتصنيف الاقتماني وده مؤشر جميل جدا لمصر بفضل الله تعالى إن نيجي مثلا التصنيف الاقتماني من المؤسسات الدولية لدولة زي جنوب إفريقيا في ظل أزمة كورونا وجنوب إفريقيا تعد من أول الدول الإفريقية اقتصادية اقتصادية صنفها المؤسسة اقتمانية المهمة جدا اللي هي موز صنفها لإيه؟ صنفها لحاجة اسمها جانك حضرتك جانك يعني خردة يعني أقل تصنيف اقتماني في وقت قياسي وقت خطير جدا أثناء كورونا صنفها الخردة نيجي لمؤسسة ستاندرد أند بوردز وموز صنف جنوب إفريقيا في وقت كورونا حضرتك لتصنيف غير مستقر نهائي أو اسمه بيسموه غير مستقر استثماري لا يجوز الاستثمار في نهاية لكن مصر وضعها إياه دكتور تامر أثناء كورونا وتحديدا في شهر إبريل شهر إبريل عشرين عشرين يعني في عز وجود أزمة كورونا جميل تصنيفنا الاقتماني أو علشان أوضح لمشاهد أكتر الجهات اللي بتقيمني عالميا يعني بتقولي أنا وضعي إيه الاقتصادي والنقدي والمالي وحياتي إيه كمصر صنفني ستاندرد أند بوردز اللي هو صنف جنوب أفريقيا وقال إنه جنك سوري موز اللي صنفه أنه هو جنك قال عننا إيه إننا بي 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 يعني نظرة مستقرة مستقرة أنا في وضع مستقرة واقتصاد طب أول سندوقن نقدر الدولة في شهر إبريل برضو حضرتك في ظل ظروف الأزمة قال إننا في حالة استقرار اقتصادي وليس في حالة عدم استقرار أو في حالة انهيار لقدر الله قاد وضع مصر أثناء كورونا طيب إيه الحكومة عملت إيه أو الدولة عملت إيه أثناء كورونا عملت ضخة أموال لمواجهة الأزمة تقريبا حوالي 200 مليار في ظل ظروف أزمة كورونا الحاجة التانية عملت دعم للمواطنين أثناء بوجود كورونا اللي هو موضوع دعم المواطنين الغير لازمنا نعمل أو الحيافين العمل غير منتظمة أو غير مستقرة 500 جنيه لعما لو فيه ناس طبعا بتنتقد هذا الأمر بتقول يا 500 جنيه لا يكفو أو فيه ناس تستحق وفيه ناس لا تستحق لأ الأمور ماشي بمنهجية وماشي بنظام وبعدين الدولة مش هتدل كل مواطن في مصر تقول له خد أدي دعم لأ ده إحنا في ظل ظروف أزمة فمنحاول ندل المستحق زي موضوع الدعم بالزر نحاول نوصل الدعم إلى مستحقين نفس الوضع كان أثناء أزمة كورونا وبالتالي تبنت الدولة أثناء أزمة كورونا حضرتك خطة تبنتها كل الوزارات لأن إحنا في ظل أزمة تعتبر زي ما أقولت الحلقة أكبر أزمة عالمية بصدرته كانت تقفوك جميع الأزمات العالمية المالية لأنها أزمة صحية اقتصادية لأن الاقتصاد يعني متشعب في كل حياتنا وفي كل المجالات وفي كل العلوم نيجي بقى بعد الوضع اللي هو فيه نوع من التعايش الدولي من ناحية الدولية لكورونا والتعايش المصري لكورونا اللي هو اللي إحنا فيه اللي هو بنعود مع بعض بنروح شغلنا عادي رجع العمالة زمهية رجعت المصانع تشتغل بقوة 100% كل شيء أصبح طبيعي فالوضع ده اسم وضع تعايش إيه وضع مصر الاقتصادي حاليا هل وضع مصر الاقتصادي قوي حاليا حضرتك هل وضع مصر رجع زي قبل كورونا لا أنا بمنتهى الشفافية ومنتهى الصراحة وضع مصر الاقتصادي في حالة تعافي من أزمة كورونا جميل فالوضع مصر الاقتصادي في برنامج وضعات الحكومة لعادة انتعاش الاقتصاد مرة أخرى جميل ندي مثال على هذا الوضع أو هذه الخطة الحكومية المحترمة اللي وضعتها الدولة أو القيادة لتنشيط الاقتصاد مرة أخرى الدولة ضخط أموال جه جديدة لدعم العمالة الغير منتظمة مرة أخرى دي أمر وهم جدا طبعا لحد شهرت زم رقم اتنين الدولة توسعت في مشروعات حديثة زي مصانع جديدة زي ورش صناعية حديثة جميل هتفضل معليك أصدرت قرارات بالنسبة للصادرات وده المشكلة اللي كنت أكلم حداك عليها المرة الفاتة الحالة الفاتة اللي هو أننا إزاي عوض المصدر بأمواله اللي هي دعم الصادرات أننا أدهاله في خلال ستة أشهر بحد أقصى ده أمر مهم جدا ليه مهم ليه حضرتك أنا دلوقتي لما أجي أنا بشجع التصدير وأنا كنت بنادي في الحلقة اللي فاتحت حضرتك بأننا عندي أزمة كتامر عرابي كراجل باحث اقتصادي أو راجل خبيل اقتصادي يهمني جدا اقتصاد بلدي ويهمني جدا كل رقب في مصر ليه مؤشر عندي لأن أنا شغلي كله أرقاب فأنا دلوقتي علشان أجأ أقول أن أنا راجل عندي عجز في الميزان التجاري تقريبا تقريبا حوالي 40 مليار دولار ده أمر خطر جدا فأنا إذن عايزة أنشط الصادرات وعايزة أقلل الفجوة في العجز التجاري في عجز الميزان التجاري فأنا كان الأمر مهم جدا أننا إزاي أدعم المصدر وإزاي أجيب له الدعم بتاعه في وقت قواسي حتى تدور عجل التصدير بسرعة مرة أخرى بالزبط جميل دي من ضمن الأمور اللي أنا لحظتها الفترة اللي هي فترة التعايش بتاع كورونا زائد أنه فيه مقترحات عندي كتير أنا كدكتور صار كراجل باحث ومتخصص أنا شغل كله حالك تقطيط وتنمية ومع التقطيط القومي ليه فضل عليها بعد ربنا في دراساتي وفي التقطيط وفي التنمية لدولتي وكافة المجالات وشباب مصر المحترمين إزاي يقدر يخطط وينمي داخل دولته بمنتهى البساطة وبدون تعقيد ده الوضع وده المقترحات إيه المقترحات المقترحات أنا مقترحاتي حضرتك أنا أتمنى من الدولة والقيادة المصرية إصدار قرار بإنشاء مجلس أعلى للصادرات وليس هيئة تنمية الصادرات هيئة تنمية الصادرات أمر جميل جدا وشيء ممتاز وحاجة يعني ما قدرش أقول فيها حاجة سلبي لا هي حاجة إيجابية ولكن ليه ما قدرشي أوصل للإيجابية الأعلى أوصل للطموح الأعلى ما فيش أي شيء يمنعني قاقيا دا لا طبعا أنا أصدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى للصادرات ليه إنشاء مجلس أعلى للصادرات يا دكتور تامر علشان يبقى ليه وضع وليه تشكيل رئاسي للمجلس نقدر نحط وضع يعني جب الدولة بالكامل اقتصاديا من ناحية الصادرات لكن الأمور تبقى متفرقة يبقى عندي مجلس تصديري وعندي هيئة تنمية الصادرات وعندي مش عارف نقطة الدعم الصادرات وعندي نقطة التجارة الخارجية دا كله بقى متخبط تخبط بيعوق التصدير بيعوق عملية تصدير وبيدي عدم وجود زي ما قلت الحالة يا فدي أمر مهم عدم وجود دقة في البيانات لكن لما يكون عندي مجلس أعلى للصادرات في كله بيصب عنده بيصب عنده زي إن هيبقى تحت قيادة أو رأيي مثلا نفترض رئيس المجلس الأعلى للصادرات تحت منه عضو من وزارة كذا عضو من وزارة كذا هنا بيقى في خطة موضوع مجلس أعلى زي المجلس الأعلى الجماعات زي المجلس الأعلى للأثار زي المجلس الأعلى كذا وكذا دي بتبقى أمر مهم جدا هتقول لي ما ممكن إحنا نقعد نعمل مجالس كل حاجة نعملها مجلس أعلى مجلس أعلى لا الأمر مش كده في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما بينشئش حاجة بصراحة بفضل الله تعالى إلا لما بيكون لها دول قوي جدا والأمر ده يعني أنا شخصيا أنا مبسوط بالأمر ده إن بينشأ أي مجلس أعلى في ظل الظروف اللي إحنا فيها أو من يوم ما تولى قيادة البلد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا ما بيكون حاجة مهمة جدا وبيكون لها فاعلية للدولة جميل وأنشأ أمور كتيرة جدا المجلس الهيئة الوطنية الإعلام الهيئة الوطنية المكهفة الفساد كل دي هيئات كلا بد منها فمن ضمنها أنا بناشد وبطالب بإنشاء مجلس أعلى صدرات لإن إحنا دلوقتي عندنا حضرتك إيه علاج الاقتصاد في أي دولة في العالم هم حاجتين سعبتك إيه هم السياسة المالية والسياسة النقادية جميل ما هي ده هو ده الاقتصاد هو ده الاقتصاد بتاع إيه دولة في العالم طيب أنا علشان أجي أعالج في مصر السياسة المالية والسياسة النقادية مع احترام الكامل لكل أساتيتي والقوامات اللي علموني اقتصاد واللي علموني عن سياسة مالية النقادية أنا ما أدارش أعالج الأمر ده في مصر إلا إذا أدعم اقتصادي بإن أنا أقلل الفجوة ما بين الصدرات والرادات لازم أنامي الأول أعمل تنمية وأنامي الأول لإن أنا دلوقتي علشان أحط أعمل سياسة مالية بتصب على السياسة النقادية بالسلبية بمعنى نيجي ندي مثال علشان نقول الراجل ده بيتكلم صح والغلط وأساسيتي علموني الكلام ده نيجي نقول لو أنا عملت السياسة المالية جبت بند صغار في السياسة المالية زي إيه زي الضرايب الضرايب ده من ضمن السياسة المالية حاولت أعمل تخفيض ضريبي إذن هنا هعمل معكوس بتاعه هعمل إيه تضخم تضخم وأزمة بالنسبة لواضع السياسة النقادية اللي هو مين اللي هو البنك المركزي هيضطر هو كمان يعالج الأمر ده بإيه بإنه هو مثلا يدق روت أو يقلل في سعر الفائدة آه هنا عشان يقلل في سعر الفائدة في مشكلة تاني بتسمع في السياسة المالية للدولة وهكذا أصبح في تضارب ما بين السياسة المالية والنقادية داخل مصر يا تامر آه داخل مصر تحديدا لأن إحنا من الدول اللي عندنا عجز في المزان التجارة التجاري من قديم الأزل مش من دلوقتي مش من دلوقتي فبالتالي أنا بقول إن إحنا يفضل جدا الاهتمام بموضوع المجلس الأعلى للصدرات وعلشان نزود الصدرات بتاعتنا ونشتغل على تقليل الاستراد بكل الطرق ووضع خطة لكيفية تقليل الاستراد وتصنيع ما هو يستورد من خارج مصر دون داعي يعني في حاجات بنستوردها كتير ومستوردين بيدخلها لمصر علم أنه تصنف مصر العلما بأنه ليس لها يعني أهمية أهمية اللي هي زي إيه لحضرتك زي السلع يعني الترفاهية أنا آسف يعني اللعب أطفال مش عاليف حاجات الترفاهية ممكن تصنع في ورش مصرية وده ياخدنا لجانب التصنيع فأنا لو حضرتك حابب ما هو بالنسبة بقى للتصنيع حضرتك وفتبعا قرار صدر من فخامة رئيسة عفتح السياسي منذ عدة أيام بإنشاء مدينة صناعية على مساحة 465 فدان في مركز الخانكة تابع محافظة الألوبية وطبعا ده اللي قلنا يبقى هو بيرد على الكلام بتاع سياسياتك النهاردة إن أنا نعمل مدينة صناعية على المساحة دي يبقى أنا هصنع التصنيع دوا في جزء كبير جدا منه هيتصدر طبعا مزبوط وجزء هينزل داخل الاستلاك المحلي ما هو التصنيع أي فهم يعني جزء بتصدر وجزء الاستلاك المحلي والاستلاك المحلي يبقى أنا كده حتى اللي بيفكر بيستود السلعة دي مش هيستوريتها بعد كده تاني لأنه تبقى متوفرة في السوق المحلي موجودة موجودة ويبقى في تنافذ سيئة ويبقى في تنافذ سيئة مزبوط هو التصنيع لجزء تاني طبعا أنا أبقى أصنع وعايز أطور الصناع في مصر وأحط حاجة اسمه استراتيجي التصنيع دي مهمة جدا إن أنا التصنيع من أجل إيه بقى التصنيع من أجل التصدير ولا من أجل الاستبدال الاسترات جميل ده أمر مهم جدا طبعا يعني أنا ممكن أصنع من أجل التصدير بس ولا أصنع من أجل استبداله بالاسترات يعني الحاجة اسمها بالاسترات استبدال الصادرات بالواردات جميل طبعا أنا هنا ممكن يعني أعمل الجزئتين في وقت واحد جل إزاي إن أنا أشجع الصناعات الصغيرة بالمصانع التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة مش الموضوع الخانكة بس لا ده فيه ألف من المصانع وطبعا فيه مصانع متعسرة زي ما قلت رحك المرة الفاتت منشأة من عشرين سنة ومن ثلاثين سنة عايزين برضو نحل الملف بتاع التعصر بتاعهم علشان يرجعوا وبقى فيه عمالة وبقى فيه سوق للعمالة يرجعوا ويشتغلوا في المصانع المتعسرة دي ودي أمر مهم جدا نرجع لموضوع التصنيع في المصانع أو الورش الصناعية الصغيرة ده أمر ممكن أخصمه للتصنيع من أجل التصدير والتصنيع من أجل إحلال الواردات بالصدرات ده سياسة معروفة اسمها سياسة إحلال الواردات بالصدرات هذا أمر مهم جدا نيجي تاني جزئية مهمة جدا في موضوع الاقتصاد موضوع الاقتصاد المصري ليه معالجة وليه مشكلات كبيرة لا يتسبب فيها القاعدة السياسية أو الحكومة لا ده أمر بيحطوا خبراء اقتصاد وده أمر بتناقش فيه أنا وحضرتك وغيره وغيره وبنحطوا مقترحاتنا كل المتخصصين والقيادة بتاخد بعض الأمور التي تتناسب مع وضع الدولة يعني أنا مش كل واحد يجي يقول تامر مش كل يعني تامر أو غيره أو غيره مش يجي يقول أنا حط خطة للدولة والدولة ما بتخدش بيها ليه لا أنت حضرتك ما انتش في وضع قاعدة السياسية أنه هو شايف كل الدولة قدامه ده لازم يتناسب كل اللي بتطالب بيه لازم يتناسب مع وضع الدولة الوضع المالي والأمني والاجتماعي والثقافي والسياسي وكلام ده كله طبعا لأن احنا عندنا بيحكمنا أعراف دولية وبيحكمنا قوانين وبيحكمنا عدد سكان وبيحكمنا عدد سكان وبيحكمنا حاجات كتير جدا فمش كل ما يقال من خبراء أو باحثين أو غيره ينفذ أصول خبير أو الباحث تتكلم من وجهة نظره في الجزئة بتاعته بس في الجزئة بتاعته بس بايت الصورة هو مش شايفة فالنهار ده لما تكتمل الصورة قدام القاعدة السياسية هي عارفة بتختار ده إمتى وليه بس في نقطة مهمة جدا هل حضرتك كل ما يقال من خبراء أو من أسادسة أفاضل في الجامعات المصرية أو علماء مصريين نفذ بالكامل لصالح مصر؟ لا لا هتقول لي حضرتك ما ده خطأ كبير لا هقول لي حضرتك العلاج في الأمر ده إن أنا عندي ألف مقترح من ألف عالم مصري جب ولكن فأنا ققيادة مش معقول هاخد الألف مرة واحدة أنفذ الألف لا من عندي مخطط زمني فأنا كل المقترحات دي بسمع تامر وبسمع الخبير الفلاني باخد أولويات آه فإن أنا ما يجي واحد زي الدكتور تامر عرابي ده الأخوة حضرتك أنا أتكلم في الأمر ده وأقول أنا عندي خطة اقتصادية أو عندي رشدة علاج اقتصادية في وضع اقتصادي معين لمصر مش شرط إن الدولة هتبقض بكل ما أنا بقوله لازم يتناسب زموية حضرتك مع الوضع وظروف الرهنة للدولة جب فيه نقطة تانية مهمة حضرتك اللي هي مشروعات متناهية الصغر والمتوسطة عيف ودي اتكلمنا عنها في عجلة الحالة الفات بس أنا أوضح أمر مهم أود اتفضل ايه موقف الدولة من المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة أو المتوسطة ومتناهية الصغر موقف الدولة ممتاز جدا فيه جهاز اسم جهاز تنمية المشروعات كان حضرتك بيقوده أو الرئيس الجهاز ده كان حضرتك هي وزيرة الصناعة الحالية السيدة نيفيد جامع وكانت بصراحة تشتغل في الجهاز ده شغل جامع جدا وحاجة ممتازعة وليه فروع وكل حاجة بس يكاد يكون المواطن أو الشباب ما يعرفوش أي حاجة عن الجهاز محدش عرف عنه حاجة يعني نسبة بصيرة جدا من الشباب أنا آسف يعني عاديين على القهاوي وقاعدين على الكافيهات ومش لقيين شغل ده بالنسبة له ما هيكون شغل جميل ليه حضرتك لأن فيه شباب محترم جدا شباب مصري محترم ومثقف وشباب واعي يهموا انه يعرف حاجة زي كده علشان يقدر يجتمع هو وأصدقائه أو هو لوحده ويعمل مشروع نقدر نقول له آدي دراسة جدوى تعالى أن نعمل لك دراسة جدوى مجانية يعني أنا مثلا أنا راجل بعمل دراسة جدوى لمنشروعات الصغيرة ولمتناة الصغر على استعداد كامل لأننا عمل hele اي شاب في مصر مجانا بالمجان اه طبعا نبعمل جدا ده يعني ده يعني ده أقل شيء ممكن نقدمه لشبابنا ده أقل شيء أقدمه لجيلي إن أنا أعمل له دراسة جدوى لأي شاب في مصر لمشروع صغير أو متناة الصغر يقدموا في جهاز تنمية المشروعات الجهاز للأسف يا دكتور مش عامل الدعاية اللي يخلي الشباب يعرف يعني انت حاضرك النهاردة أنا واثق إن في ناس أول مرة تسمعني الجهاز ده مظبوط يا فندم طبعا النهاردة عامل جهاز والضخ في مليارات عشان الشباب تشتغل النهاردة والجهاز بخل على المشروع الكبير دوا الضخم ده كله إنه يعمله الدعاية المناسبة اللي أنا أستغطي بها الشباب لعمل المشروعات الصغيرة أنا مروحش أنا حضرتك يكون رأس مال هذا الجهاز وليكن 300 مليار جنيه بيدخوا 300 مليار مروحش هدهم لألف واحد وباقي الشباب ما يعرفش حاجة عن الجهاز ومش عارف لي يأخذ في الوسح أو حطوله قييد وعراقية برضو أمر مهم جدا لقيد وعراقية من ضمنها وأنا بطرح الأمر ده أمر مهم وأنا اتكلمت في حضرتك مع سيدة وزارة الصناعة أثناء المؤتمر الاقتصادي حضرتك 2018 مني ليها شخصيا أثناء مكانة حضرتك تقود وترأس جهاز ترمية المشروعات جميل جدا كلمت فيها في الأمر ده اللي هو إيه بقى حضرتك الرخصة أنا باجي أعمل للشاب من المحترم لما بيجي يروح يقدم في الجهاز إنه عايز كرد وليكن 10 ألف جنيه أو 20 ألف أو 50 ألف جنيه جميل في قروض 50 ألف جنيه يوم الجهاز يطلب منه يقول لي هاتلي إيه رخصة للمحل أو الورشة اللي هتعملها طب هو معظم الأماكن اللي بيأجرها للشباب أساسا أماكن غير مرخصة مرخصة لأنه معظمها في كرة ومعظمها في أماكن شعبية فهو هيروح يأجر مكان في التجامع الخامسة في أندم لا أو هيأجر مكان في الزمالك ما هو لو معاقار مكان في الزمالك أو التجامع الخامسة مش هيجي للجهاز كلام فأنا ليه ما بسطش الأمر وقوم أنا بالأمر ده كجهاز هو يديني يقول لي أنت رأي عنوان المحل لحضرتك أهو وقادي عقد الإجار وقادي المشروع اللي أنا عايز أعمله وقادي الدراسة بتاعتي جميل خلت بالساعدتك وقادي برينت التأمينات وقادي ما يثبت أن أنا ليس عليه أحكام شوف أنا بضيف دي كمان عشان ما نشانجيب واحد عليه أحكام أو واحد مثلا أنا آسف يعني غير مؤهل لأنه هو ياخد قرد علشان ما ياخدش أموال الدولة غير مؤتمن قادي شهادة شهادة بأنه هو أو فيش اللي بتسميه فيش جنائي فيش جليسة عليه أحكام وهنجيب له دراسة هنجيب له عقد الإجار هنجيب له إصالة الكهرار بتاعه هنجيب له حاجة اسمها أي سكور يثبت أنه هو أي سكور ده حاجة من البنك المركزي بتقول أن الراجل ده أو الشاب ده معلوش كروض ومعلوش مديونات الأمر ده قديمه فينا فهند في جهاز تنوية المشروعات وجهاز تنوية المشروعات المفروض حضرك أنا آسف برضو ده طلب مهم جدا يعمل لي مندوب في كل حي هتقول لي ليه بقى في كل حي أنا أقولك ده فيه أمر مخطير جدا الجهاز بعد كده هو اللي بيبعتني للحي وإلي أنا ببعت ورقك على الحي تبا أنت حضرك تعمل لي مندوب للجهاز أصلا داخل الحي أنا ليه أخلي الشاب اللي هو مثلا من حي حي السلام حي المرجع حي المطرية حي عين شمس أي أحد الأحياء يروح ليه جهاز تنوية المشروعات ويقدم الورق هناك ويرجع تاني على الحي بتاعه طب ليه الكلام اللفة ليه ملاش لازم عشان معينة يقول لك عشان تعمل معينة طب ما هو يخصص اتنين موظفين أو ثلاثة موظفين في كل حي من أحياء أو مراكز المدن يقوموا بالقصص يقوموا بالموضوع ده تابعين لجهاز تنمية المشروعات ويقدم ورقه يبقى الجهاز بعد كده يقوم بيما يقولش للشاب يدينه رخصة لا هو اللي يروح المكان يعمل معينته هو محتاج رخصة مزولة المزولة بالضبط رخصة المزولة فاندي بيقوله أنا عايزك تكون تشترط لا الأمر بيصعبوه على الشباب وأنا بقولك طبعا يقوله أنا عايزك تجيبلي ما يفيد إن المكان ده العمارة اللي فيها المحل مرخصة طيب إزاي طيب لو مش مرخصة يقوله هاتلي من الحي إن هذه العمارة غير مرخصة مش عارف قبل سنة كيف طب أنا الشاب اللي هو عايز اشتغل اللي هو حصل على مؤهل متوسط أو مؤهل أقل المتوسط أو مؤهل بسيط ابتدائية طب هو عايز اشتغل صناعي اللي هي الصنع اللي دعت مننا اللي هي المشكلة الكبيرة اللي هي المشكلة الكبيرة الصناعات أو الحرفية الحرف اليدوية دعت مننا فأنا لما يجي يقبل علي شباب حرفيين نجار سباك غيره 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 بتاع سجاد بتاع كذا ما جيش عرقله الأمور مع احتراب يعني فده أمر مهم جدا الجهاز تنمية المشروعات يطور نفسه بالأمر ده جميل جدا أوكي طبعا هي حضاك النهاردة بنقول الحرف اليدوية أو الصناعات الصغيرة حتنقرض وهتبقى كارسة في يوم الأيام عندنا وغريب جدا الكلام دوا النهاردة حتى الصناعية اللي في المهن يعني المبيضة المحارة النقاش النهاردة اللي بيجي يجيب مساعد مبيعرفش يجيبه مصبوط ليه بسبق الكارسة اللي موجودة عندنا في جروب مصر عبية هي التوك توك الولد اللي كان بروح يتعلم صنعة في ورشة ميكانيكا أو أي أن كانت الورشة أو الزخرافة أو الحرف الأدوية زي الشورة عخير الخليلي التجه للتوك توك اي فان التجه لسبب ما أنت النهاردة بروح يتعلم كصبي في مكان دوا بيتعلم كان بيدروع عشر جنيه في اليوم راح النهاردة اشتغل على التوك توك بياخده مية جنيه ومية وخمسين ومتن بيك كارسة ايه الحل ده يعني الكارسة اللي احنا فيها دي النهاردة مش التوك توك بس التوك توك النهاردة إنا هيقضي على حرف عندنا موجودة مش هتبقى موجودة هنبص بعد كم سنة هنضطر بعد كده نجيب بقى العمالة اللي هي الحرفية هنجيبهم بقى نستوردهم من الدول المحيطة بنا اوكي فضل في الناس ويجبت نظري حضراتك في موضوع التوك توك وموضوع الحرف الأدوية اللي اندصرت أو الحرف اللي هي أصلاً رابط تندسر ده هي رابط تندسر خالص هناك كانت تكون 60% خلاص طاعم منها باقي 40% وده رقم مؤشر خطير فعال خطير طبعاً اه طبعاً موضوع التوك توك طبعاً اتكلم فيه أساسها ومتخصصين أفضل منه كتير بس انا هقول نقطة بسيطة جداً وحنا لدي لحد دلوقت ساكتين على موضوع التوك توك ده لسه بيسترد لحد لا انا مش بهاجم الشباب اللي بسوق توك توك أو الفقير اللي دي مهنته أو الغلبان اللي بيسوق على توك توك واخدوا من صاحب التوك توك والكلام ده جميل انا مش بهاجم أخوات أنا بقول للدولة بعد إذن حضراتكم يا دولة يا قيادة ناخد خلاص خطور التوك توك لأنه هو تسبب في أمره كرسى كبيرة جداً ان الحلف الإدوية بتضيع تبقى القرار اللي بتطالب بيها تأمر او اللي أنا ويجي تنظر به ان دلوقتي حضرتك أمنع طبعاً خلاص نهائياً استراد قطع غير التوك توك جميل خلاص هتقول لي ما هو اتمنعت لا ما اتمنعتش لا موجود موجود يبقى نقف اوقفها كاملة عشان يرجع الولد الصغير او الشاب اللي هو سنه لسه ما تعددش 16 سنة حضرتك ايوة وبسوق توك توك في الشوارع جميل وبيتم في جرائم مرتكبت بسبب بسبب توك اه أولاد وشباب صغارين ما كاملو 16 سنة برتكبوا غير مدرك غير مدرك فأنا هنا لازم اقفل الحنفية زي ما قوله جميل اقفل الحنفية على استراض القطع الغيار من الممبر رقم اتنين اقن الورش اللي بتقوم باصلاح التوك توك جميل بمعنى ايه بمعنى احجم الاصلاح بتاع التاكاتك مش كل ورشة تصلاح التاكاتك يبقى هنا الامر بيستمر ويستمر خلاص رقم تلاتة ادي فترة زمنية حضرتك لخلاص لتخريد التوك توك جميل ادي فترة زمنية من وجهة نظري خمس سنوات جميل الدولة المصرية العظيمة المحترمة من هو متخص فيها الوزير المختص بالامر نفسه يصدر قراره مركز الاعلامي الخاص بالوزارة بان الدولة اعطت قرار بفترة زمنية مدتها خمس سنوات لكل صاحب توك توك خلاص هيتخرد هيتخد منه وهندد له تعويض وقال يكن وقال يكن سيء الفين جنيه جميل القيمة التخليدية للتوك ونستفيد بالخردة كمان بتاعت هذا الموضوع ويرجع الحرفية تاني الحرفة اليدوية تاني اعمل ايه بقى عشان ارجحها تاني ايه انظم العمالة بتاعت الحرفيين اليدوية اعمل فيهم ايه اشوف لهم موضوع التأمين الصحي اشوف موضوع الورش اللي غير مرخصة ايه فندم وابتدأ سهل لها ترخيص يا فندم انا عند حضارك انا ممكن ادخل للدولة من بكرة حضرتك من بكرة يعني حضرتك صباح بكرة يا فندم صبح علينا خمسة اكتوبر ساعتك يوم لسنين ايه خمسة اكتوبر يوم لاتنين اتقع الزرار ادخل لمصر حضرتك حوالي خمسمائة مليار يا فندم خمسمائة مليار طبعا اقول لحضرتك الزرار ازاي يا دكتور بمنتقى البساطة جدا انا عندي كام محل وكام مشروع في مصر غير مراقص في الاحياء لكتير جدا طيب انا لو اصدرت قرار ان انا هدي فترة زمنية لترخيص كل المحلات وكل المشروعات الغير مراقصة خمس سنوات يدفعوا رسوم الترخيص على مدى خمس سنوات بدون فوقت جميل وديله رقم قومي زي اللي عملته في موضوع المصالحات جميل اديله رقم قومي مش كوحدة اديله رقم قومي كرخص التشغيل للمتال ده هنا المشكلة بقى حضرتك مش اعتراض صحاب المحلات ان هما يرخصوا ده المشكلة ان الاحياء هي اللي رفض الترخيص ليه تعرف سيادتك ان شارع باسر عقاد شارع مراقص محلات جون مراقصة معظم تخيل النهاردة كل صحاب المحلات يتمنوا مراقص يروح يجي وقل لك لقص المنصفات لقص انت العقار ده مش مراقص يوجد لك اي عراقيل علم بالناس كله عاس رخص مش محتاج ان هو قصات تلو من بكرة زي ما سيادتك قلت الناس هتروح ورخص لي رخصة رخصة مؤقتة سنوية بتجدد سنويا بالمتر قل لي المتر عليه كذا الناس كلها تروح بالنهاردة المشكلة في الإدارة المحلية سوء الإدارة المحلية والقادي المرتاح هي سبب كل الكوارس اللي احنا فيها النهاردة ما فيش مسؤول في دارة محلية بيستطيع اتخاذ القرار لازما يجي حضرتك قرار من القادة السياسية شوه نتفزه طبعا لكن هو فين ما دارش يقول له اي قادة السياسية هتقول قرار كذا المحليات هتنفذ على طول يعني حضرتك انت النهاردة اراضي الدولة اللي منهوبة بقالها سنوات منهوبة تحت بصر رجال المحليات طبعا ليه لما السيد الرئيس طلع وقال استرداد املاك الدولة وحق الشعب وده كان قرار عظيم جدا كان قرار عظيم تم استردادها يعني اذا ان انا عند القدرة طب ليه انا من نفسي كمسؤول ما بيشتغلش ما دي برضو مشكلة المحليات اللي ما اشتغلش انا من وجهة نظر انا اه ادرا ايحنا في البيت حضرتك اللي ما اشتغلش موضوع الترخيص المحليات دي حضرتك انا اتكلمت فيه من سنتين فاكتر من حلقة ما انا قلت حضرتك بزبط ربنا يباليك في حضرتك ده الخمسمائة مليار يجو لي والصبح بقرار جملت ده هم حوالي لا يقل عن اثنين تريليون يا فندم قيمة ترخيص ما هو غير مرخص رخصة ايه رخصة تشغيل ان انا اشغل المكان ده اشغل ورشة نجارة اشغلوا محل صبر مرض يعني حضرتك الاحياء الشعبية كلها حضرتك معظمها حوالي خمسة وتمانين في المية غير مرخص غير مرخص ده حقيقة بس فده امر خطير جدا ومهم جدا هو طبعا حضرتك احنا طبعا موضوع التوكتوك حضرتك ايه اما تكلمت فيه طبعا من الارضة اه فيه اسر شغال عليه ربه اسرة شغال هي اللي هينته اه انت حرج بتتكلم قلت لا لمدة خمس سنين بس في نفس الوقت حددت الموضوع السن اللي هو طبعا اللي المفروض يعني اللي يقوده ده ما يقولش عن 18 سنة على الاقل طبعا يبقى عند الاولاد الصيبية دولها هيجعوا تاني للورش والمكان هم الطبيعي اللي هو هيقدر يتعلم حرف يدوية تفيده وتفيدنا كلنا وتفيد المجتمع كله وهتعمل وهتدخ موارد للدولة طب هو فيه حاجة حضرتك يعني سؤالي مهم جدا جدا حيقول كذا برد نتكلمها كلمة الالف الالف حضرتك احد الالف قائد افريقيا ايه موضوع الالف قائد افريقيا حضرتك وفي أجالة لاني فاضل دقيقتين على نهاية البرنامج وكل مرة كده معروفش بقى معروفش بقى رباني يباريك في حضرتك بص حضرتك وهناخد دقيقتين من الاسدوز المخرج برضو مش مشكلة يعني بعد ازنو يعني لا تفقد هقول لحضرتك من احد المشاريع العظيمة اللي نادية بيها الرئيس عبدالفتاح السيزي بشكره عليه جدا المشروع الالف قائد افريقي في احد المؤتمرات الشباب الرئيس عبدالفتاح السيزي شجع الشباب على ان يتبنى احد الاماكن او احد الهيئات الحكومية او الوزارات تكوين الاف من الشباب كقادة لافريقيا كلها جميل فتبنى هذا الامر في هذا الوقت جمعة القاهرة كلية الدراسات الافريقية تحديدا والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعوم الادارية والتنمية تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيزي بناء على توجهاته او توجهاته للقيادة السياسية والوزارات والجامعات المصرية والوقوف جانب الشباب وتم هذا الامر بالفعل اصدرت جامعة القاهرة كلية الدراسات الافريقية والمؤسسة القادة للعوم الادارية والتنمية في هذا الوقت في شهر يانايل سنة 2019 على موقعها الرسمي او عملت منصة حضرتك تتلقى طلبات من كل الشباب الافريقي كان حوالي حضرق ما يقرب من ممثلي 33 دولة افريقية تقدموا لانهم يبقوا من ضم مشروع الالف قائل انا كنت احد المتقدمين بفضل الله تعالى وتم قبولي في المؤابلة لان كانت المؤابلة كانت صعبة جدا وكل يعلم ذلك وبفضل الله تم قبولي نظرا يعني ان انا اكتزت كل الاختبارات اه لا كان فيه اختبارات المؤهلات مش كل شيء دكتور جميل اكتزت كل الاختبارات جميل الحمد لله وهكذا معظم الشباب الافريقى اللي معانا اخواتنا واشقائنا طبعا لان احنا كلنا افريقيا ما فيش حاجة اسمها مصر وحاجة اسمها افريقيا احنا كلنا افريقيا فالأمر تم على خمس مراحل كان فيه مرحلة تأسية مرحلة تأسية متقدمة مرحلة تخصصية تخصصية متقدمة مرحلة المحاكاة او المشروع النهائي تم هذا المشروع كله مشروع الالف قائد دفندم على مدار سنة كاملة في جمعة القاهرة كل الدراسة الافريقية بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعمالات المصرية وحضرك انا كنت رئيس جلسة محاكاة الاتحاد الافريقي في نهاية المشروع في شهر مارس قبل احداث كورونا تحديداً كان يوم 7 مارس 2020 فضل الله كنت انا رئيس الجلسة احنا طبعا الحديث ممتد مع سياتك والحديث جميل واحنا نفسنا نسمع بقية الموضوع الالف قائد ولكن اه لا وقت البرنامج خلص وكمان دينا جمان ديئتين تمام طب نص دقيقة اختم بيها حضرتك كان في مردود جميل جداً من رئيس حي عن شمس اللي الحد لوقتي لانا اتصلت بولا اتصل علي بس مردود عجبني ان حد بعت لرسالة بيقول لي ان حضرتك اتكلمت في موضوع حي عن شمس عن الحوار المجتمعي والملف القمامة وتبنى هذا الامر رئيس حي عن شمس وانا بحييه بشكره ان بدأ فعلاً من تاني يوم ينادي بحوار مجتمعي سرية جميل جداً جداً فهده انا بشكر عليه جداً جداً اللي هو ماهر هاشم مشكور جداً ومتوجه بالشكر اللي هو ماهر هاشم رئيس حي عن شمس لان طبعاً يعني بعد الحلقة استجاب من تاني يوم لتنفيذ لان الحص ده على عرض الواقع حقيقي جميل جداً جداً طبعاً هي حلقة جميلة والوقت بجري معك يا دكتور تامر طب عزانا المشاهدين نشكر دكتور تامر قرابي على هذا اللقاء وبنشكركم عزانا المشاهدين وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وان شاء الله هنستكمل حديث مع الدكتور تامر لنستفيد من خبرته في كافة البجالات وقالي اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته